نروح بقى الكابتن معتام الجمال اللي كان فيه فقرة بدنية للعيبة كان مخصصها النهاردة على ارض الملعب ده عشان الراجل عايز يبتدي ان هو يزود الحمل بقى انت جاي دلوقتي اللعبة كانت مريحة فبالتالي بعد فترة الراحة المدير الفني بيشتغل على الحمل التدريبي بشكل تصعودي يعني واحدة واحدة يبتدي اللعيب يجيب مستوى البدني طبعا طبيعي دي طبيعة بشرية اللعيب لما يكون مريح بقاله كم يوم اجازة فلما بيرجع للتدريبات الحمل البدني بيزيد مع الوقت وعشان كده كابتن معتمد كان فيه حديث وتنصيق مع علاء رجب مخطط الأحمال اللي تولى الاشراف على الفقرة البدنية من اجل تجهيز طبعا كل لعب بالشكل الامثل وكل لعب يكون ليه حمل بدني مختلف عن اللعب التاني واللعبين كلها عملوا تدريبات جريوا ورا جريوا عفوا نحاول الملعب عشان نشوف الجوانب البدنية اللي محتاج حمل بدني زيادة اللي محتاج حمل بدني قل كل دي حاجات بيتم التنصيق بيها ما بين الكابتن معتمد جمال ومخطط الأحمال وهنا بقى التفادي الإصابات عايز أتكلم مع حضراتكم بقى عن رباعي الفريق محمود عبد الرازق شيكابالا وعواد وعمر السيسي وحمزة المسلوسي اللي كان ليهم فقرة كده منفصلة عن اللعيبة في الجم ده على هامش المران عشان اللعيبة تقدر ان هي توصل للتوب فورم بتاعها على حسب الحمل البدني لكل لاعب ده وفقا للبرنامج التأهيلي المحتوط للرباعي عشان الجهاز الفني دايما بيكون فيه يعني نقدر نقول تنسيق بينه وبين جهاز المعاون عشان يحطوا حمل بدني لكل لاعب على حد الكيس أو الحالة بتاعته في التدريبات الجمعية خلال الفترة المقبلة وهنا مهم جدا ان انت تدي لكل لاعب الجرعة التدريبية اللي هو بيحتاجها سواء كانت بالكرة أو بدون كرة فبالتالي ان شاء الله ده بيفرق مع اللعيبة قدام على مستوى الفتنس أو اللعيب جهازيته البدنية والفنية داخل أرض الملعب ده فيما يخص مران النهاردة ماشي فيه برضو خبر معنا تاني في مران النهاردة وعايز اتكلم حضراتكم فيه برضو وهو دور المعد البدني اللي بدأ يظهر بشكل كبير جدا مع نادي الزمالك ومن الواضح ان فيه حاجة كابتن معتمد عايز اشتغل عليه يعني هو دلوقتي عشان يقدر يطبق طريقة لعبه او يقدر ان هو يطبق الفكر بتاعه لازم اللعيبة تبقى فت مية في المية فهو بيأهل اللعيبة بدنيا بشكل كبير جدا عشان كل لاعب يكون لي جانب خططي داخل أرض الملعب مش عايز اكبر لكم الموضوع ولكن عشان انت دلوقتي مثلا رايح مشوار معين محتاج 10 لتر بنزين ماينفعش ان انتو تروح المشوار ده ب5 لتر لا فهو بيرفع المعدل البدني على اللعيبة عشان كده امبارح اتكلمت معاكم في الماسك اللعيبة كانت لابساه وده بيدخل نسب اكسوجين اقل للجسم فبيعود اللعيب على حمل بدني اكتر وعشان يتأقلم كمان مع الجوانب او المباريات اللي هتقام على ادغال افريقيا